الحدوتة اللي انت اختصرتها دي حدوتة رائعة وصدق أولا تصدق وهحلف لك إنه والله أنا كنت هسألك سؤال إيه علاقتك بعادل أدهم فلما قلت لي أحمد زاكي وعادل أدهم فانا رح تعمل كده حصل عادل أدهم بالنسبة لي طبعا هو تتويج لجيل من العظماء اللي تميزوا وبرعوا في أداء أدوار الشر طبعا محمود المليجي زاكي رستم حتى الأستاذ فريش شاوئي رحمة الله عليه برضو كان اشتغل أدوار شر في بداياته في البداية خالص فالله بيدوي سود القديم بالزبط لكن يأتي عادل أدهم إنه ما تقدرش تكرهه في دور شر استحيلة صعب عنده سنسف يومر عنده خف الدم مش طبعية ولما بيعمل دور إنسان مش شرير برضو عنده حتة ساركاز هو شخص أصلا عنده ساركاستك كده يعني بيسخر طول الوقت فأنا بالنسبة لي هذا الرجل عنده مقدرة جامدة وتحديدا سيبك من أدوار الشر الطبعية في دوره في فيلم المجهول تحديدا هذا الدور إخراجي الأستاذ رحمة الله عليه الأستاذ القرشفان فدوره في هذا الفيلم هو اللي خلاني لما يتعرض علي دور زي بين السطور أقول طبعا الراجل كان تقول للفيلم ما كانش بتكلم ما بنلطقش كلمة بالزبط كده فتعلمنا من الناس دي الأستاذة العظام دو للجيل ده اتعلمنا منهم إيه معاييرك للاختيار وإن أنت توافق على إيه وترفض إيه وإنك تحب الفن بجد الفلوس مهمة ما اختلفناش لكن تحب الفن فعشان كده أمبسوط أكتر نرزقات فيلم المجهول أنا كنت لسه بتسأل هو الفيلم ده ما بتعرضش كتير ليه وإنجي ده كان مباراة مخيفة يعني عدل أدهم الله يرحمه صنق جميل الله يرحمه عزيزة العليل الله يرحمه إيه الفيلم والفيلم أصلا قصة غريبة مريبة وتخد ومن غير ما ينطق كل ما يعمل كل ده وخطف الأنظار كلها والرفرف أيوة